نواصل حل تمارين كتاب مدرسي والحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات ومع اخر تمارين يهو تمارين 89 في الحقيقة هناك تمارين تشبه تمارين 89 نعطيكم الارقام التوح في الحقيقة عندي بحث البحث هذا ما نسميه اسمها بحث الاربعة عشر دالة بحث الاربعة عشر دالة يعطيك fx شوف هذه برك شوف هذه وشوف هذه فقط يعطيك fx الام ثم يطلب منك دوال القيمة المطلقة هذا الموضوع تكلمت عليه جيدا عدة مرات في عدة تمارين هاو الراح تمارين عليه هاو تمارين عليه خلاص عليه هو هذا بيان دوال القيمة المطلقة بيان دوال القيمة المطلقة اذا عن ماذا سألونا لهذا اليوم سألونا عن القيمة المطلقة الداخل وخارج ما فيهمش النقص اذا ببساطة هذا لم نسأل عليه وهذا لم نسأل عليه سألونا عن هذا احتفظ بالايمن واناظره والاخر احتفظ بالعلوي واناظر الباقي التمارين كيف سيكون سترسم هذه الدالة وتطبق القاعدة الاولى هنا والقاعدة الثانية هنا التمارين هذا مشهور درسنا في المحور الاول نتصفح علول المحور الاول اين تكلمنا عليه اول كلام هنا لاحظ التمارين تسعة صفحة سبعة وعشرون كذلك هنا التمارين هذا ثمانية واربعين صفحة خمسة وعشرون ثمانية واربعين سبعة وعشرين تكلمنا عليه تكلمنا عليه هنا لاحظ معي هذا المثال يكفي اه افي القيمة المطلقة لايكس هاورا هنا وهنايا اهنايا قيمة المطلقة قيمة المطلقة اذا نادى تثمانين وخمسون اثنين وخمسون لاحظ الان الافكار مكررة احتفظوا بالعلوي واناظر الباقي هذا هو تعاليوم شوفوا معايا مليح ندروا مراجعة للثمانين واثنين وخمسين نفس الاسئلة اطلب هذا وهذا بدون نقص واشدرنا هنا يوم ما هي العلاقة بين هذا الشكل وهذا الشكل احتفظوا بالايمن احتفظوا بالايمن واناظره هنا احتفظوا بالعلوي او العلوي احتفظوا به العلوي هو هذا العلوي هو هذا يبدو من هنا هكذا هكذا العلوي هذا هو العلوي ثم هذا الان عندي جزء تحت محور الفواصل واحد اثنان اناظر الباقي واحد اثنان تمرين اليوم يشبه هذا تمرين اليوم يشبه هذا نواصل نواصل معه بهدوء اف هو هذا ثلاث حدود بيانها السهل قطع مكافئة للاعلى او الاسفل قيمة مطلقة هنا وقيمة مطلقة هنا لتكون البيانات هناك خطأ الاقواس لازم تكون منحينات الدوال في مستوي متعامد ومتجنس بيان ان جي زوجية هناك شرطين جي زوجية هناك شرطين على الدستور وعلى مجموعة التعريف تبيين ان جي زوجية شرط الاول شرط الثاني معرفة على اير متناثر بالنسبة الى السفر لانه من اجل كل عدد اكس من اير نقص اكس عدد من اير من اجل شرط الثاني على الدستور انطلقوا من جي نقص اكس واصلوا الى جيل اكس ربما تحتاجوا تكبير اكثر بالشكل بعد الشكل انطلقوا من هنا واصلوا الى هنا بعدما حققت شرطين الدلة الزوجية ممعنى الدلة الزوجية بيانها متناثر بالنسبة الى محور التراتيب اصلا السؤال كيف يستنتج انطلاقا من CF كيف يستنتج هندسيا لغويا احتفظ بالايمن او ناظرة ونقصد لما اكس موجب فان جي اكس يسوي اف اكس ومنه سي جي منطبق على سي اف ولان الدلة الزوجية منحناها البيان يقبل محور تراتيب محور تراتيب فلما اكس سالب فان جي هو ناظر سي اف لما اكس موجب بالنسبة الى محور تراتيب لخصنا هذا الكلام احتفظ بالايمن او ناظرة محور تراتيب يقسم البيان الى قسمين احتفظ بالايمن بورق شفاف واناظرة جبريا والكتابة بدون رمز القيمة المطلقة اف اكس يساوي هذا القيمة المطلقة لكس تساوي اكس لما اكس موجب وتساوي نقص اكس لما اكس سالب اذا كيف انزع القيمة المطلقة هنا بيّن ان جي زوجية ادرس تغيرات دالة جي اف هنا اقترح الشكل النموذجي ما معناه فوائد الشكل النموذجي هنا صرح لدراسة تغيرات دالة اقدرسا نقص الدراسة تغيرة عندما نكتب ف الشكل النموذجي الطريقة الاولى اتجاه تغير الدالة انطلاقة من شكل نموذجي تغيرات الدالة F على R نفسها تغيرات هذه الدالة هذا الاثنين لا تغير عدنا F زائد K نحو الكاعدك إذن تغيرات هذه الآن نعرف الدالة X مربع نعرف نرسمها هنا متناقصة وهنا متزايدة متناقصة على الأعداد السالبة ومتزايدة على الأداد الموجبة لما X هنا يكون هذا العدد سالب فمنه تناقص تعدالة ولما X هنا يكون هذا العدد موجب فمربعه متزايد نعود عندما X هنا يكون هذا العدد سالب فمربعه متناقص لما X هنا يكون هذا العدد موجب ومربعه متزايد الطريقة الثانية درسناها السنة الأولى X1 X2 الواحد هذا اللي هو محور تناظر نجيبوه بشكل نموذجي القيم الأصغر من الواحد والقيم الأكبر من الواحد X1 X2 ننقص الواحد وربع الأطراف وضيف الاثنين أحصل على التنقص ونفس الشيء هنا لأن الأعداد السالبة سنأكس اتجاه المتراجحة وهنا لا نأكس اتجاه المتراجح ربما كبر هنا ستشوفوا العملية أكثر بهذا الشكل نبدأ بهذا الشكل على هذا المجال نختار X1 و X2 القوسات سالبان عندما نربي نعكس اتجاه المتراجحة أضيفه للاثنين للطرفان أحصل على Fx1 أكبر من Fx2 انطلاق وصول لاحظ الانطلاق والوصول عكس اتجاه المتراجحة مع تدالة متناقصة نفس العمل على الجهة الأخرى لما نختار العددين من هنا سيكون هذا الترتيب والنقص من الطرفان والقوسان مجبان نربع فلا يتأكس اتجاه المتراجحة أضيفه للاثنين للطرفان أحصل على نفس الاتجاه شوفوا الانطلاق شوفوا الوصول معناتها متزايدة الخلاصة اتجاه التغير درسته بطريقتين انطلاق من الشكل النموذجي وبالتناسبية استنتج تغيرات الدلة جي أي جي كانت أدنى هنا قليك استنتج ما قليكش أدرس ونقصد جدول تغيرات جي انطلاقا من جدول تغيرات أف من هو جدول تغيرات الدلة أف على آر هو هذا لاحظة السفر هنا هذا هو محور الترتيب هذا محور الترتيب إذن هنا وش نقوله أحتفظ بالأيمن هذا الآن أحتفظ به أنا احتفظنا به أحتفظ بالأيمن احتفظنا به وأناظره نقص واحد اثنان ونقص ما لنهاية إذن والصفر ثلاثة ها ورا إذن كينا ملاحظة محور التناظر محور الترتيب هذه النقطة مثلا هي اثنان ثلاثة ونظيرتها نقص اثنان ثلاثة مش معناها التناظر بالنسبة للترتيب يحافظ على الترتيب ويأكس الفواصل أين هي الفواصل هنا زائد من النهاية ولا تنقص من النهاية واحد ولا نقص واحد أين هي الترتيب زائد من النهاية كما هي والإثنان كما هي ها التفسير وتبريد أحتفظ بالأي من وأناظرة بما أن الدلة زي زوجية ولما إكس مجب فإن آف تساوي ج وبالتالي اتجاه تغيير الدلة ج هو نفسه اتجاه تغيير الدلة آف على أعداد الموجبة ولما إكس سالب فإن اتجاه تغيير الدلة ج هو عكس اتجاه تغيير الدلة آف على آر موجب هذه الحقنا عرفوها شوفوا معايا الدلة زوجية محور ترتيب محور تنظر إذا كانت هنا متزايدة هنا تكون متناقصة هلا وش عبت نقول معناتها كانت هنا متزايدة هنا تكون متناقصة نزيد هنا كانت من صفر الواحد لا يمكنه هنا مباشرة من هنا هنا متزايدة متناقصة وبعدها تناظر تاح هذا محور ترتيب محور تناظر مفروض راه بين الفكرة محور تناظر إذا كانت متزايدة هنا تكون متنقصة هنا عبرت عليها بالشكل زيد عين إشارة F عين إشارة F تعين إشارة F من الدستور أو من جدول تغييرات من الدستور F مكتوبة بهذا الشكل مجموع مربعين تامين هذا مجبين هذا مجب معنى تأف مجب معنى تأف مجب تماما على R أو من جدول تغييرات نلاحظ أن أصغر صورة هي 2 معنى تأف إكس أكبر من 2 أكبر تماما من 0 معنى تأف إكس مجب تماما هندسيا الملحنة فوق محور فواصل وراء جدول تغييرات الدلة F وهذا شوفوا لي جدول تغييرات هذا هذا السؤال مشهورة لبعر أني توقفت عنده أحيانا يطرح هذا السؤال بصيغة أخرى وش يقول لك انطلاقا من جدول تغييرات الدلة F عين القيمة الحدية الصغرى ولا برهم باللي F أكبر أو تسوي إثنان لاحظ هنا هي متناقصة متناقصة معانتها F2 F2 هو أصغر قيمة F1 اللي هو يسوي إثنان هو أصغر قيمة مش معناها مش معناها عندها معنى في الرسم شوف معايا مليح ها وره الرسم وهذا هذا هو F هذا يا F1 يسوي إثنان هذا الواحد هنا وهذا يسوي إثنان هنا هذا المستقيم كل البيان يقع فوقه مش معناها معانتها F هذا هو X هنا مهما كان العدد هنا X هذا Fx هنا فإنه هذا واحد هذا إثنان فهذا Fx هنا Fx هنا أكبر من F2 F1 ليسوي إثنان F1 يسوي إثنان Fx أكبر من إثنان وإثنان أكبر من الصفر معانتها Fx أكبر من الصفر هذه اللي حاولوا نقوله هنا Fx مجابة أكتب Hx دون رمز القيمة المطلقة كان ملاحظة لم يطلب هذه Hx لم يطلبها هنا في الدلاجي لم يطلبها ولكن في الحل درناها إضافة وفائدة Hx دون رمز القيمة المطلقة أكتب Hx دون رمز القيمة المطلقة بما أنه من أجل كل عدد فإن Fx مجاب فإن Hx يسوي Fx يسوي Fx معناتها Hx نفسه Fx والمنحنة Cx نفسه CF رسم المنحنيات والحمد لله رب العالمين سبحان الله العلي العظيم يعني كنت في أول تمرين والآن نراني في أخر تمرين هذه رح نعمل عند ربي يعني كانت أيام كانت أيام دعوني أحتفل قليلا الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحان يعني كانت أيام أبنيتها بالتمرين اللي أولي جيت مش معه الفيديوهات قدامكم في اليوتيوب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تم بحول الله وبفضله كل تمارين المحور الثاني وانتهى الفيديو ترجمة نانسي قنقر